صعيد مصر رغم المساحة الكبيرة اللي بيشغلها ورغم الأهمية في كل شيء طبعا كأهلنا وجزء من نسيج هذا الوطن ومن أبناء هذا الوطن ولكن كان صعيد مصر لعقود طويلة مضت كان محروم وبيعاني من نقص في خدمات كتير على مدى عقود طويلة سابقة وكان دايما عوائد التنمية كانت قلمة بتصل إلى محافظات الصعيد ومدن وقرى الصعيد ولكن في الفترات الأخيرة أصبح الصعيد في قلب الاهتمام في بؤرة التنمية الاقتصادية في بؤرة التقطيط لإنشاء المشروعات والمشروعات القومية والبنية الأساسية والمحاور التنموية اللي بتنشأ في مصر الصعيد هو جزء لا يتجزأ منها على الإطلاق ورؤية مختلفة تماما تماما لصعيد مصر واحد من هذه الأهداف اللي بتتم في الصعيد من أجل تنمية الصعيد بنتكلم على برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تنمية صعيد مصر في إطار رؤية مصر عشرين تلاتين التنمية بكل أشكالها ابتداء من الحد من الفقر المساوامة بين الجنسين توفير فرص عمل توفير فرص استثمارية تحقيق نقلة اقتصادية ونوعية داخل صعيد مصر الملايين حتى الآن بيستفيدوا من هذا البرنامج المهم اللي بتنفذه الحكومة ووزارة التخطيب تحديدا بنتكلم على خمسة مليون مواطن ومواطنة مصرية في صعيد مصر نصهم سيدات يعني ما لا يقل عن اتنين ونص لتلاتة مليون سيدة في صعيد مصر بتستفيد حاليا حاليا من هذا البرنامج بنتكلم على اكتر من تلات تلاف وتلاتمائة شركة كلهم من الشركات في صعيد مصر من ابناء صعيد مصر ومن العاملين في صعيد مصر موضوع مهم واكيد فيه اشياء واهداف خلال الفترة القياة القادمة مستهدفة كل ده من اجل مصلحة الصعيد